السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه الكلمة ليست نعيا لأخي إسماعيل هنية فلقد قدمت لأسرته وللشعب الفلسطيني واجب العزاء على استحياء فنحن نبذل كلمات وهم يبذلون الدماء فالرجل كان مشروع شهادة طوال عمره ينتظرها ويرجوها بل وما هد له الطريقة بدماء كوكبة من أبنائه وأسرته فضلا عن إخوانه ممن سبقوه من أبطال المقاومة الصادقين وأبناء شعبه الصابرين حتى أكرمه الله بها وسفك دمه هو الآخر بيد الغدر والخيانة وأرجو الله جل وعلا أن يتقبله عنده الشهداء قال سبحانه وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وقال سبحانه فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أي ليعلم الله الذين آمنوا منكم من الذين نافقوا والذين صدقوا من الذين كذبوا وليكرم الله بالشهادة من أراد أن يكرمه بها ويصطفيه لها فالشهداء مصطفون ومختارون يكرم الله عز وجل بها أولياءه على أيدي أعدائه ثم تصور عواقب الأمور لأهل طاعة العزيز الغفور ويكون النصر يقينا لدين الله جل وعلا وقد سبق الرجل على طريق الجهاد والعزة والكرامة والزود عن الدين وعن الأقصى وعن الوطن قادة كثيرون جدا فالموت حق محتوم ولو طال الطريق ولو خلد أحد من الخلق جميعا لكان أولى الناس بالخلود رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِمِّتَ فَوْمُ الْخَالِدُونَ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا لكنني أسجل هذه الكلمة المختصرة لأبطال المقاومة الصامدين ولأهلنا حول الأقصى وعلى أرض غزة وفلسطين من الصابرين الصامدين وأرجو الله أن تبلغهم هذه الكلمات لأشد على أيديهم ألا يصابوا بهزيمة نفسية أو سقوط للروح المعنوية فإن كنا لا نقلل من قدر القادة ولا من شأن الإعداد في حدود الإمكانيات المتاحة لكننا في الوقت ذاتي على يقين أن النصر من عند الله وحده قال تعالى وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ فَاعْلِّقُوا قُلُوبَكُمْ بِاللَّهِ أقولها لله لن يحرر الأقصى ولن تحرر الأمة إلا بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله قال جل علاه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدٍ ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وفي الحديث الذي راه أحمد وأبو داود والطبراني وصحاحه الألباني بمجموع طرقه وحسنه غيره فمن باب الأمانة العلمية في إسناد إسحاق بن أسيد وعطاء الخرساني وفيهما مقال من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تباعتم بالعينة ورضيتم بالزر وتبعتم أذنب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم واعلموا يقينا أن من خذ لكم ولم ينصركم لأن الله جل وعلا لا يريد له الشرف في المشاركة في تحرير الأقصى قال سبحانه وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّهُ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَقْ عُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ فلا تيأسو ولا تقنطوا من رحمة الله أبدا فالحق مهما ضعف وانزوى فإنه ظاهر والباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر غالب فإنه زاهق قال تعالى وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَاهُوقًا وقال تعالى يريدون أن يطفئ نور الله بأفواه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وفي الحديث الصحيح الذي روه أحمد وابن حبان والحاكم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله بالإسلام وذلا يذل الله بالكفر وفي الحديث الذي روه أحمد وابو داود الحديث حذيفة بن اليمان وقد صححه الحافظ العراق وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء نرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء نرفعها ثم تكون ملكا عضا فتكون فيكم من شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون فيكم من شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وصلى الله على الصادق الذي لا نطق عن الهوى وفي الحديث الذي روه أبو داود والحاكم بسند حسن عن عبد الله بن حواله رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام إلينا عليه الصلاة والسلام فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجز عنها ولا تكلهم إلى الناس فأستأثر عليهم ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذا على رأس عبد الله بن حوالة وقال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك نعم أيها الأحبة هؤلاء الأفاضل لا يضرهم من خذ لهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون فلنبغي أن نقنط وأن نيأس ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبهم وأن ينصرهم بنصره وأن يؤيدهم بتأييده وأن ينزل عليهم من رحماته وأن يستخرج لهم من بركاته وأن يتقبل موتهم عنده في الشهداء وأن يداوي جرحاهم وأن يقر عيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين إنه ولي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته